موسيقى من عن القاهرة والناس نشرة اخبارية جديدة اليكم ابرز عنوينها الكنائس وحقوق الانسان موافقة بلغات بدخالة حنفي في الاموال العامة الطيب المذهب السلفي مخترع كيري الحرب في اليمن يجب ان تنتهي واليكم تفاصيل النشرة الكنائس وحقوق الانسان موافقة حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك في ضوء احكام الدستور وبعد التوافق الكامل عليها مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية كما اعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون بانشاء المجلس القومي بحقوق الانسان في ضوء احكام الدستور والموافق الدولية التي تصدق عليها مصر حالة النيابة العامة عددا من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل الى نيابة الاموال العامة العليا لضمها الى ملف التحقيقات التي يباشرها المحامي العام الاول في قضية فساد القمح كما اثر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارات جديدة بمنع عدد من اصحاب الصوامع والشوان ومسؤولين بعدة جهات حكومية من الصفر خالج البلاد والتحفز على اموالهم وممتلكاتهم لحين الانتهاء من التحقيق في تورطهم بوقاع الفساد الخاصة بمنظومة القمح المذهب السلفي مخترع هذا ما اكده الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر فلال كلمته بالجامعة الاسلامية الروسية في الشيشان قائلا ان الاسلام حرم اراقة الدماء وفرض عقوبات شديدة في الدنيا تصل الى حد القصاص ثم عقوبات في الاخرة على كل من يتجرأ على اراقة دم انسان فرح وزير الخارجية الامريكي جون كيري مقاربة جديدة لحل نزاع في اليمن قائلا الحرب يجب ان تنتهي في اسرع ما يمكن مشيرا في مؤتمر صحفي مع نظير السعودية عادر الجبير الى ان ارسال ايران صواريخ للمتمرجين الخوفيين وهلفائهم لا يمكن ان يستمر جاء ذلك في اعقاب لقاء خماسي جمع كيري والجبير ووزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان ومساعد وزير الخارجية البريطانية ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن قررت نيابة الزقازيق الكلية تجديد حبس 17 عنصرا من جماعة الاخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات لتحريدهم على العنف وكان قد تم القبض على المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقات وشماريخ وصور الرئيس المعزون خلال مشاركتهم في مسيرة بمدينة ابو حمد تراجعت اسعار الذهب في الاسواق بقيمة 3 جنيهات لكل جرام بعد انخفاض السعر العالمي بقيمة 13 دولارا من اوصية وسجل عيار 21 نحو 460 جنيها واوضح مصدر بمجلس ادارة الشعبة المعادن النفيسة بالغرفة التجارية ان حدوث تراجع ملحوظ للمعدن الاصفر مرهون بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية وهو ما لم يحدث نشرتنا انتهت الى اللقاء في نشرات اخرى باذن الله